الزراعية مباشر مع سامح عبدالهادي بسم الله الرحمن الرحيم الزراعة يعني حياة ونجاح الزراعة في استدامتها ان انت يبقى عندك انتاج مستمر عندك مشروع بيدي محصول من موسم للتاني وده بيترطب عليه ان انت بتتوسع فيه مجتمعات عمرانية خدمات لازم تبتدي تشوف تصنيع علشان دي حياة موجودة زراعة مستدامة او تنمية مستدامة ولكن في بعض المحافظات الحدودية مواردها محدودة وكلمة الموارد المحدودة لا تعني ان انا ما عنديش موارد لكن انا عندي اختلاف في نوعية الموارد في هذه الاماكن فيها خصائص مش موجودة في اماكن اخرى وفيها مميزات لما نيجي نتكلم عن المحافظات الحدودية انت بتتكلم على بيئة نظيفة بتتكلم على اماكن لسه بكر واعدة لم تنتد اليها ايادي من قبل حتى المشاريع اللي كان بيتم طرحها في السنوات السابقة هي كانت مجرد طرح اراضي تجارة انما مشروع قائم بيشتغل وتنمية وزراعة وصناعة ده ما كانش موجود ايضا انت بتتكلم على ان في هذه الاماكن في مياجة وفية طب استفيد بيها بايه ازرع بيها ايه كيف يمكن استغلال هذه الموارد المائية مع الاعتبار والاخذ في الاعتبار ان دي حصة تعتبر الاجيال القادمة لها نصيب كبير جدا فيه انت بتأمن بكرة فانت بتتعامل مع هذا المخزون بدراسة وبتأمني شديد هناك بعض المحاصيل بتجود زراعتها في الاراضي الصحراوية وفي المحافظات الحدودية زي ما قلت زي اشجار الزيتون وزي النخيل واحنا عندنا ميزة ايضا فيه انتاج الطمور على مستوى العالم لكن لسه ناقصنا ميزة التسويق اللي هي لازم تكون مرتبطة بتصنيع جيد وعلى فكرة لما بنيجي نبص لملف الطمور احنا مش بنتكلم على صناعة معقدة يا جماعة بتتكلم على بعض الاضافات لمنتج لمسات جميلة تخليه لي قيمة اضافية مزاق مختلف تنوع وعبوة طليق بهذا المنتج اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وهبوا نعمة فعلا لمصر مصر التتميز بأشجار النخيل في المحافظات الحدودية انت بتشوف صناعات يدوية مش موجودة في اي مكان تاني بتشوف سياحة من نوع فريد ما تقدرش تعرف عليها في اي مكان اخر لان انت ليك طبيعة في هذه الاماكن الصحراوية والرمال وبعض الوديان فده كله بيجز بالسائح ايضا على فكرة في دول كتير جدا على مستوى العالم امكانياتها ضعيفة جدا بالنسبة للموارد ولكن بتستغلها بطريقة جميلة جدا واشطر مننا بكتير فاحنا لازم نشوف ايه اللي بيتم النهاردة احنا عندنا تنمية زراعية مهمة جدا ابتدت بمشروع لعشرين الف فدان في غرب غرب المينيا عند محافظات حدودية بتمتد إليها ياد التنمية والتعميل في هذا التوقيت لازم نهتم بمواردنا اكتر برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة